برضو يمكن من الحاجات الإيجابية اللي بدأ الترتيب لها التفكير الجدي في مسألة متحف الأهلي والمهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة قال إنه ملعب مختار التيتش هو اللي يحتضن متحف الأهلي الجديد وقام بصحبته الدكتور حمد سطوحي استشار المتاحف والمهندس أحمد حسام عوض مقرر لجنة الشباب بالنادي في معاينة لموقع المتحف في ملعب مختار التيتش وتحديد الرؤية الخاصة بالموقع الخاص بي وقال محمد سراج إنه ده حيكون واحد من المتاحف الكبيرة على غرار متاحف ريال مدريد وبرشلون أول راح وعمل جولة تفاقدية وعنده دراسة سابقة وعنده المادة الخام اللي مش موجودة في نادي تاني يعني أنت لما تبقى النادي لازم ينافس ريال مدريد في عدد البطولات أنت عارف يعني يده لا بدأ بطولاتك فيه إيه ده فيه حاجات كنوز مش موجودة على أي مساعدة اعمل متحف هيبقى قبلة الزائرين ويجب أن يصوق أنه أحد معالم مصر النهاردة النادي الأهلي ده في الحتة دي لما يحتضنوا برج القاهرة أنه يبقى في المكان ده مجاور للبرج لها كمان فرصة سلاحية عالية لازم تصوق للسواح بالزبط لازم تصوق على مستوى المدارس لازم تصوق على مستوى الجامعات أنت تعمل فيه بانوراما في الأدوار بتاعته يتفرج على النادي وعلى ملعب مختارة تيتش وهو قاعد فيه مليون طريقة وفيه حاجة على مستوى الكالتشراما اللي موجودة في القارية الزكية بتاعت مصر مصر هتخش كده وتلاقي تسعة الشاشات اليوم علاقة ببعض تاريخ مصر بتعرض عليهم الشوارف بيعرض للجانب من لا ده مش متحف دي باترينا دي باترينا يعني دي دي واحد عالمية من من اللي موجود في المخازن طبعا واحد مية يمكن واحد خمش مية أنا شفت ثلاث قوة مكدسين محتاج هذا المتحف ويحكي قصة كل كاس لما تخش قوضة مدير النادي حد بس يصورها والكاسات الي فيها والتحف وقاعد كمال بيحافظ وقاعد كمال بيحافظ لأ عندك في كل مكان تقدر إنما هو التوصيق إنك أنت قصة كل وده اللي كنا ابتدناها لو تذكر عايزين نكملها يعني عايزين نتفل مع المهندس محمد صراج إن إحنا نوصق له على الهوى برضو كده القصص المثيرة للجوائز بتاعة النادي الأهلي ده الماضي يا جماعة ده الماضي ده التاريخ وليه كنا أنتوا تفخروا بإنه النادي الأهلي عنده هذه القيمة الحضارية الكبيرة لأنه اللي مالوش تاريخ واللي مالوش ماضي للوح حاضر ولا يعرف يستشرف أي مستقبل عشان كده وإحنا بنتكلم على الماضي بصين منه للمستقبل دولاب البطولات اللي بيحكي سر عظمة هذا النادي من خلاله بتبدأ تبص على وضع الكرة الحالي مثلا لازم أن يتناسب ويتوافق ويتسق مع هذه القيمة الكبيرة لازم الناشئين في المستقبل يكون عندهم نفس الإعداد ونفس التأهيل أنه هم يعبروا عن هذا النادي أنا عندي وجهة نظر واتهى أكتر من مرة حتى مما يعني المسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي منذ حقب يعني فترات مش حقب ولا حقب فترات أنه لابد جزء من ثقافة الناشئ أنه يعرف تاريخ نديه وأنه اللي يقدم له هذا التاريخ نجوم كرة معتزلين بحجم كابتن عماد متعب كابتن حسام غالي كابتن يعني كابتن عماد النحاس كابتن والجمعة الكابتن الكبار أبو تريك كل الكباتن اللي ساهمت في مجد الأهلي وعلى قيد الحياة لازم يعودوا كلمة معاهم على قيمة الأهلي وإزاي حتى حتى اللي فاتوا القاطر وكانوا بيقصروا وندمان على أنه ما استغلش الفرصة هو في الملعب أنه يزيد من من دولاب أو حصلته في الجواز أن يقدم لنفسه المستوى الألواء حيكونوا ملهمين للناشئين وهذا جزء من بناء شخصية ناشئ الندي الأهلي اشتركوا في القناة